موسيقى 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 سلام عليكم معكم محمد النهاردة جايين نكمل كلامنا عن البرشال فراكشن مدينا مقدار زي اللي انت شايفه كده وبيقولك اعمله تحليل للبرشال فراكشن بتاعته يعني للقصور الجزيئية بتاعته تعال نشوف ازدائي نحل مثال زي اللي قدامنا ده اول حاجة هنتأكد منها الشروط بتاعت القصور الجزيئية متحققه هنا ولا مش متحققه فهتقولي درجة البست عبارة عن درجة اولى انما درجة المقام عبارة عن درجة تانية زي ما انت شايف كده لان قص متربع خلاص حددنا الدرجة وعرفنا ان درجة البست اقل من درجة المقام بعد كده نبدأ نبص المقام عبارة عن مقادير نوعها ايه هتبص هنا هتلاقي ان المقام عبارة عن مقدار من الدرجة الاولى ولكن مكرر ثاني احنا قلنا بنعمل ايه بندخل جوه القوس ونشوف اللي جوه عبارة عن ايه هنلاقي ان اللي جوه عبارة عن درجة اولى ولكنها مكررة طب لما كانت مكررة كنا بنتصرف ازاي بتقول لي ثابت على المجدار ده باخد منه باور واحد وابدأ ازود الباور لحد ما وصل للباور اللي عندي بازائد بي على اكس ناقص واحد تربيع ولو كان التكعيب قلنا بنفضل مكملين بس احنا هنقف لحد هنا بس تعال بقى ازاي نشوف هنقدر نجيب قيم السوابت اللي هي الا والبي بالطريقة اللي استخدمناها المرة اللي فاتت اسمها التغطية او الكوفراب طريقة الكوفر اب بنعمل ايه بطريقة الكوفر اب دي هتقول لي لو انت عايز تجيبي البي واخد بالك هنجيبي البي بس هقولك دلوقتي ليه هتقول لي البي عبارة عن اني بنزل المجدار اللي قدامك ده كله بس بخبط بخبي ايه بخبي مقام البي لما خبي مقام البي من هنا هيتبقى لي واحد بس هيتبقى لي واحد في المقام طب البسطة هيتبقى لي اتنين اكس زائد واحد بس كل ده بشرط ان مقام البي يساوي سفر لما مقام البي يساوي سفر اذا اكس مقس واحد يساوي سفر يعني الاجس بتساوي واحد لما روح عوض عن الاجس بتساوي واحد في المجدار اللي فوق ده تطلع 2 في 1 زائد 1 على 1 تساوي 3 بقى أنا عرفت ال-B تساوي 3 تعال نحاول نجيب ال-A بنفس الطريقة للأسف هي هتبوز معنا بس تعال نحاول نجيبها هتقولي لو روحت أجيب ال-A بنفس الطريقة هخبي مقام ال-A مقام ال-A عبارة عن A عبارة عن واحدة بس من دول المفروض دي عبارة عن X ناقص واحد لكل تربيع فأنا هخبي مقام ال-A يعني هشيل التربيع ده بس ويتبقى عندي 2X زائد 1 على X ناقص واحد بشرط ان مقام ال-A اللي هو X ناقص ال-1 يساوي 0 يعني X يساوي 1 روح عوض هنا بقى هتطلع معاك 3 على 0 تساوي مالة نهاية لان 1 ناقص 1 هيديني 0 فإذا ما ينفعشي أستخدم طريقة الكوفر أب عشان ناقص رجيب ال-A القاعدة بتقولك ايه؟ بتقولك لو عندك مقام مكرر زي اللي انت شايفو ده في المسألة بتاعتنا 2X زائد واحد على X ناقص واحد تربيع لو عندك مقام مكرر زي ده فطريقة الكوفر أب دي تقدر تجيب لك السابت بي بس مين السابت بي؟ اللي هو فوق أكبر باور شايف أكبر باور عبارة عن ايه؟ عبارة عن X ناقص واحد تربيع فالسابت اللي فوق أكبر باور هو ده بس اللي نقدر نجيبه باستخدام الكوفر أب تعالي نشوف طريقة نقدر نجيب بيها لإيه؟ في كذا طريقة ممكن نجيب بيها لإيه؟ أول طريقة هنستخدمها أو دي الأشهر والعام طريقة اسمها comparing the coefficient مقارنة المعاملات طريقة مقارنة المعاملات بتقول لك إيه؟ بتقول لك اللي عندك دلوقتي واللي كان مكتوب فوق 2X زائد واحد على X ناقص واحد تربيع يساوي A على X ناقص واحد زائد البي بقى جبناها من شوية بتلاتة على X ناقص واحد تربيع بتقول لك دلوقتي أنت هتضرب في المقام ده يعني هضرب الطرفين both sides by X ناقص واحد تربيع لما أضرب الطرفين في X ناقص واحد تربيع يعني هضرب هنا في X ناقص واحد تربيع وهضرب هنا برضو X ناقص واحد تربيع وهنا هضرب X ناقص واحد تربيع فالمقدار ده هيروح مع ده والباور ده بس هيروح مع X ناقص واحد والمقدار ده كله هيروح مع المقدار ده كله المعادلة اللي هتتبقى معايا هتطلع 2X زائد واحد يساوي A مضروبة في X ماقص واحد زائد ثلاثة المعادلة اللي عندي ده مفروض ان الطرفين يساوي بعض فانا هبدأ اكارن المعاملات هكارن معامل X لانه هنا X ده اكبر باور احنا عادة بنكارن معامل اكبر باور اكبر باور للX فاكبر باور للX هنا هو X واحد واكبر باور هنا هو X ورده واحد تعال نشوف ازاي هنبدأ نكارن المعاملات يبقى كوفيشنط وفي X وقص كام واحد تعال نشوف هنعمل الكلام ده ازاي هتقول لي هنا معامل X عبارة عن 2 طب هنا معامل X بكام هتقول لي المقدار ده لما يتفك هيبقى A X ناقص A زائد 3 لو جيت كارن معامل اكبر باور اللي هو X هيطلع هنا ب2 هيطلع الناحية التانية بA لان معامل X هنا بA ازا A تساوي 2 ممكن برضو نقارن معامل اقل باور coefficient باور اكبر جبناها بالطريقة دي وجبناها بالطريقة دي يبقى احنا بنقارن معامل اكبر باور بنقارن معامل اكبر باور X و S N وهنا بنقارن معامل اقل باور يعني X بص صفر اللي هو الحد المطلق وبكده يبقى احنا قدرنا نعمل analyze the fraction اللي عندي ده دلوقتي ممكن اقول ان 2X زائد 1 على X-1 تربيع يساوي الايه اللي هو ب2 على X-1 زائد البي اللي هو ب3 على X-1 تربيع يبقى انا عملت تحليل للمجدار ده للpartial fraction بتوعه ترجمة نانسي قنقر